اشتركوا في القناة الروسية اطلقت عدة صواريخ من طائرة استراتيجية من طراز توبوليف في الجزء الشمالي من بحر قزوين الى ذلك قال مسؤول عسكري في وزارة الدفاع الامريكية ان القوات الاوكرانية لا تزال تعرقل تقدم الجيش الروسي المحدود في دونباس وكشف ان موسكو تستخدم القصف المدفعي العشوائي والصاروخي في محيط خاركيف وبخصوص الاسلحة التي ترسلها واشنطن لكييف قال المسؤول العسكري ان البنتاجون لديه ثقة بكيفية استخدام اوكرانيا للاسلحة التي ترسل اليها مشيرا الى انه ليس لديهم اي اشارات على ان تلك الاسلحة تستخدم في اماكن غير قتال روسيا وكشف المسؤول الامريكي في سياق حديثها عن التعاون بين وزارة الدفاع الامريكية والجيش الاوكراني مؤكدا انهم يواصلون تقديم المعلومات الاستخباراتية لاوكرانيا وهم يحددون كيفية استخدام هذه المعلومات في ارض المعركة وكانت قناة روسيا اليوم قد ذكرت ان الامداد غير المسبوق بالاسلحة الغربية الى كيف ادى الى ظهور سوق سوداء للسلاح في اوكرانيا حيث يمكن العثور على اعلانات لبيع صواريخ جافل المضادة للدبابات وغيرها